اهلا بكم ادارة التنافس وتعميق الاتصالات عنوان سيسيطران على لقاء مرتقب يجمع الرئيس الامريكي والصيني بعد بضعة ايام على هامشي قمة العشرين في بالي الاندونيسية قمة سيغيب بالمناسبة عنها الرئيس الروسي فما الذي نعرفه في هذا الاطار حتى الساعة في الرابع عشر من هذا الشهر سيجتمع الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ شخصيا للمرة الاولى على طاولة واحدة منذ وصول بايدن الى سدة الرئاسة الا انه ليس الحوار الاول بين الرجلين فقد جمعتهما اتصالات عبر الهاتف ومؤتمرات عبر الفيديو ما يعطي هذا اللقاء اهمية هو الملفات الكثيرة العالقة بين الجانبين فالزعيمان سيناقشان الخطوط الحمر بحسب ما قال بايدن وهي خطوط كثيرة اهمها ما يتعلق بالتوتر المرتبط بتايوان فضلا عن تضارب المصالح الاقليمية والدولية ضمن التنافس التكنولوجي والتجاري بين اكبر اقتصادين في العالم وجهة النظر الامريكية من اللقاء عبر عنها مسؤول امريكي بالقول ان بايدن سيكون صادقا بالحديث عن انشطة الصين العسكرية المهددة لاستقرار مضيق تايوان الذي يمثل واحدا من اهم خطوط التجارة العالمية بالمقابل الصين لا تترك مناسبة الا وتؤكد حقها في ضم تايوان اليها ضمن مبدأ صين واحدة وتعتبر ان امريكا تتخطى هذا الالتزام وتعبث به ولان ملفات الخلاف كثيرة بين واشنطن وبكين قال المسؤول الامريكي انه يجب ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بما يضمن ادارة التنافس ويضمن السلام في مضيق تايوان وكذلك بهدف العمل على عدم انتشار الاسلحة النووية انطلاقا من ضرورة المحافظة على الدبلوماسية المباشرة اذا هذا اللقاء المرتقب سيكون على جدول اعمال بايدن الذي ينطلق من واشنطن باتجاه اسيا لحضور اجتماع رابطة الدول جنوب شرق اسيا اسيان اهمية هذا الحضور يعززها سعي الصين للتواصل مع قادة اسيان كذلك لتسريع تطوير المنطقة التجارية الحرة وسط التنافس التجاري بين واشنطن وبكين هو تنافس بلا حدود جغرافية بالحقيقة اذ يمتد الى علاقات الصين التجارية مع الجانب الاخر من الغرب مع الاتحاد الاوروبي الحليف للولايات المتحدة التي تحاول ابعاد دوله عن بكين فيما يحاول التنين الصيني تعزيز العلاقة مع الاتحاد الاوروبي من خلال التأكيد على ان التعاون مع دول القارة العجوز يفوق بكثير المنافسة معها لنفتح هذا الملف الاول من دائرة الشرق لهذه الليلة ونفهم ما هي يترى الخطوط الحمر التي سيبحثها الرئيسان الامريكي والصيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واستباقا لهذا لقاء المرتقب بينه وبين الرئيس الامريكي ظهر الرئيس الصيني مرتديا زي العسكري أثناء زيارته مركز قيادة الجيش الصيني وطلب من الجيش تركيز كل طاقاته على القتال استعدادا للحرب على كل الأحوال لنفهم أكثر لماذا هذا اللقاء مهم ما هي أقصى ما يمكن أن نتوقعه منه نتذكر بأن العلاقات الصينية الأمريكية مرت بعدة مراحل ووصلت ذروتها عندما زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي جزيرة تايوان مما أدى إلى تنديد صيني وتلويح بالتصعيد ومناورات كانت هي الأكبر لنتذكر المحطات التي أعقبت هذه زيارة تدهور العلاقات الأمريكية الصينية وصل ذروته في أغسطس الماضي حينما أصرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على زيارة تايوان رغم معارضة في كين لتلك الزيارة ردت الصين على ذلك بفرض عقوبات على بيلوسي وبدء منورات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان اعتبرت الأضخم منذ عقود كما أوقفت التعاون مع واشنطن في ملفات أبرزها الحوار العسكري والتغير المناخية في العاشر من سبتمبر وبعد أشهر من الدبلوماسية المكثفة توصلت الولايات المتحدة رفقة 14 دولة تمثل قرابة 40% من أقوى الاقتصادات الدولية إلى تحالف اقتصادي أطلق عليها الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهدئ هدفه ضمان أمن الملاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية لمواجهة النفوذ الصيني استمر تضيق الاقتصادي على بكين من قبل الولايات المتحدة في ذات الشهر وذلك حينما أوردت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبدأ فرض قيود على صادرات رقائق أشباء الموصلات إلى الصين بدءا من أكتوبر في الثالث والعشرين من سبتمبر وخلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي انتقد وزير الخارجية الصيني دعم واشنطن لتيوان مشددا على أن تايبيه جزء لا يتجزأ من أراضي الصين محذرا من أن بكين ستتصدى لأي خطة لتدخل في شؤونها الداخلية في الثاني من أكتوبر استبعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين وجود أي مؤشرات لغزو صيني لتيوان لكنه أضاف أن الصين تحاول فرض أمر واقع بشأن تايوان من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة لنفهم أكثر عندما يتم الحديث عن إدارة التنافس أو وضع قواعد للتنافس كم هناك مساحة مشتركة لهذا الفهم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن الجانب التجاري أولا ربما واقتصادي معه وجانب العسكري ونفوذ السياسي والجغرافي أرحب بضيوفي حول هذا الموضوع هذا من واشنطن عبر تطبيق زوم الدكتور جيمس روسل وهو الأستاذ المشارك في شؤون الأمن القوي بكلية الدراسات العليا العسكرية أهلا بك من بكين عبر سكايب السيد نادي رونج الكاتب الصحفي في مجموعة الصين الإعلامية أما من برلين فهذه الدكتورة نجاة عبدالحق الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد الدولي أهلا بكم جميعا قبل أن أبدأ بالشأن التجاري الذي هو بطبيعة الحال وهذه الحرب التجارية بين الطرفين وإن كرها الجانب الأمريكي على الأقل هي بند جدا أساسي في هذه العلاقة ولكن أريد أن أبدأ ربما بالجانب التنافسي الذي له علاقة بالنفوذ العسكري ونفوذ السياسي عندما يقول بايدن بأننا نسعى لوضع قواعد للتنافس إدارة التنافس بشكل مسؤول نتحدث عن نشاطات الصين حول تايوان ونبحث عن مساحات مشتركة للتعاون وطبعا يتحدث عن حوار صادق ومباشر عن أزمة أوكرانيا وربما هذا فيه حديث صادق ومباشر عن علاقة مع روسيا وغيره من الأمور مشتركة ضمن إطار أنه ليس هناك توقعات بأن تكون هناك اتفاقيات محددة بين الجانبين ولن يكون بيان مشترك ماذا نفهم من خفض ثقف التوقعات فتح كل هذه النقاط أبدأ معك دكتور راسل ماذا نتوقع كأولوية أعتقد أن ما يمكن أن نتوقعه كأولوية وأمل أن يكون هناك إعادة إطلاق للحوار المباشر بين هذين القائدين العالميين ونحن ابتعدنا عن هذا النوع من اللقاءات أثناء جائحة كوفيد ولا أعتقد أن هذا جعل من العالم مكانا أفضل لا أتوقع اختراقات كبيرة في مثل هذا الاجتماع ولكن من الضروري أن يلتقي القائدان مع مساعدهما للبدء بالحديث عن الكثير من الأمور الهامة وأولها ربما التمارين الصينية والنشاطات العسكرية المحيطة بجزيرة تايوان وإذا كنتم مستشارا للرئيس بايدن وأنا طبعا لستم مستشارا له ولكن لو كنتم مستشارا لنصحته أن يكون هناك محاولات في خفض التوترات بين الجيشين وللحد من إمكانيات حدوث أي حوادث عرضية أو أي تصعيدات بسبب هذه التمارين إذن هناك الكثير من النقاط على جدوى الأعمال مثل هذا الاجتماع ولكن هذا الاجتماع هو إيجابي ومن المفيد أن يلتقي الرئيسان وبرأيي الأولوية يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الحوار على المستوى العسكري في محاولة لمنع أي تصعيد غير مرغوب مع القوات التي تقوم بهذه التمارين بحرا أذهب إلى بكين هل هذه التوقعات تشابه أو تلتقي بما تتوقعه الصين سيد نادي رونج أم أن الصين هنا بحاجة ليس فقط ربما لاستئناف هذا الحوار العسكري وأيضا كان في حوار آخر أو لقاءات أخرى حول التغير المناخ أيضا تم إيقافها الصين تتوقع ربما كما دائما تعتبر أو تصرح بأنها تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تراها بحجمها الحقيقي الآن حجمها الاقتصادي بطبيعة الحال ولكن أيضا حجمها السياسي وحجمها العسكري وحجم نفوذها الأقليمي والعالمي أهلا مرحبا بكم طبعا هذه الإمكانية استعناف هذه الحوارات هذا تتوقف على التحركات والسلوك الولايات المتحدة ونعرف أن مسألة تايوان هي مسألة حساسة جدا وهناك الاستفزاز المستمرة من قبل الولايات المتحدة للسين في هذا الشأن لذلك تم تعليق القنوات والحوار بين الجيشين وكذلك التعاون في كثير من الملافات ولكن كلها تتوقف على التحركات الأمريكية فإذا توقفت عن كل هذه التحركات المعدية للسين فالسين هي مرحبا باستعناف هذه الحوارات ولكن إذا استمرت بإتحاق السيادة للسين فالسين ستردو بالمثل تايوان هي المفتاح لإعادة الحوار ولعلاقات على الأقل لمنصة يمكن أن يبنى عليها هذا التعاون ومساحات المشتركة كما تريد أن تقول أذهب إليك دكتورة نجاد عبدالحق أريد فعلا هنا أن أفهم ما هي برأيك تصنيف مكان المشكلة أو صراع حول تايوان في العلاقة الأمريكية الصينية كم نحن فعلا نتحدث هنا عن مشكلة ديبلوماسية سياسية قد تتطور إلى عسكرية أخذت في بعض اللحظات الكثير من علوء النبرة والتوتر العسكري أم نحن فعلا نتكلم هنا عن تنافس اقتصادي تجاري أولا يؤدي بطبيعة الحال لنفوذ أكبر صيني ونفوذ أقل أمريكي نعم مساء الخير زينا مساء الخير الديف الكلام والمشاهدين الكلام بالدرجة الأولى من وجهة نظري الصراع الأكبر هو الصراع الاقتصادي في السنوات الماضية وإذا عدنا إلى فترة الرئيس الأمريكي كان هناك تقريب حرب تجارية مفتوحة معلنة ولكن هذا تغير مع قدوم مع مجيء وباء كوفيد وتولي الحزب الدموقراطي بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن علينا أن لا ننسى خطابات أو تصريحات ترامب المعادية للصين بشكل كبير وإتهام الصين بدناها تسرق الثروات الأمريكية ولكن كما نعلم فإن هذه المصالح مرتبطة مع بعضها البعض أي أننا لا يمكن التركيز على الجانب الاقتصادي وعدم ملاحظة السياسات الأخرى الاستراتيجية والعسكرية علينا أن لا ننسى أن مضيق تايوان هو من أهم ما يسمى بالشوارع للتجارة يعني هو مر مائي مهم جدا من خاصة شرق جنوب الصين إلى بقية العالم وأن التوتر مع تايوان هو موجود دائما هناك لحظات يرتفع فيها التوتر ومن ثم يقل والآن مع الحرب الروسية الأوكرانية على الأقل في أوروبا هناك قلق من أن ما بين قوصين دعيني أن أقول تتشجع الصين بحذب حذب روسيا ومهاجمة تايوان أيضا بمقولة أنها أرض صينية مثل ما تقول روسيا أن أوكرانيا هي أرض روسية على سبيل المثال ولكن أعتقد أن البعض الاقتصادي هام جدا والآن هذا اللقاء بين رئيسين في بعلي في قمة العشرين ذو أهمية أيضا أولا لأن الاقتصاد الصيني في التراجع في هذا العام في الربيع كان متوقع نمو الاقتصادي من 5.5% الآن على الأغلب 3% وأيضا لأن الرئيس الصيني جدد ولايته بسياسات أكثر وطنية صينية بين قوصين أو صارمة أكثر باتجاه الشركات الأجنبية والمنافسين وذلك كله يغير الوضع الاقتصادي الصيني كانت على الأغلب في أسنوات الماضية ممكن أن نسميها أنها منفتحة أكثر الآن ستركز أكثر بكثير على مصالحها الخاصة جدا لدمان نموها وأيضا للسيطرة الاقتصادية والسياسية على البلاد وتواجه أزمة في سوق العقارات والبناء أزمة كبيرة جدا تهز الاقتصاد الصيني في بعض المناطق لذلك يأتي هذا اللقاء من بلد ثاني اقتصاد بالعالم مهم جدا لنا جميعا حقيقة وأيضا لأصناعات في أوروبا من ناحية الذي يواجه تحديات ورئيس أقوى اقتصاد في العالم لغاية الآن بايدن الذي يخشى أن لا تستطيع بلاده الحفاظ على موقعها الاقتصادي في الفترة القادمة ولذلك هذا اللقاء مهم وأعتقد أنه سيكون هناك اتفاقيات ولكن الاقتصاد مهم والقضايا الأخرى ترتبط مع الاقتصاد والعكس أيضا طيب أنا بطبيعة أهمية طبعا الاقتصاد سوف نتحدث أكثر وربما نتوسع أكثر بعلاقة الاقتصاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي مع هذا الشأن واليوم سياسات بايدن ربما بعد هذه الانتقابات النصفية كم تختلف عن هذه اللهجة والحماية التي كان دائما ترامب يتحدث عنها كثير من الأسئلة اسمحوا لي أن أوجهها لضيوفي ولكن بعد فاصل قصير ونعود إليها أهلا بكم جديد إلى دائرة شرق طبعا مع ضيوفي الكرام ومعكم نناقش التنافس الأمريكي الصيني بناء على خلفية ما أعلنا اليوم بأن الرئيس الأمريكي سوف يلتقي نصيره الصيني في قمة بالي في أندونيسيا قمة العشرين هذا التنافس الأمريكي الصيني لا يقتصر طبعا على منطقة أو على منظمة بعينها وما يفتأ أن يتوسع ليشمل نطاقات أكثر وهنا دعونا نتوقف لحظات نصلة الضوء على هذه الرابطة رابطة أسيان التي تحاول بكين تعزيز علاقاتها مع دولها لتكون أكبر رابطة لتجارة الحرة في العالم فما هي هذه الرابطة وما أهدفها؟ أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم منطقة التجارة الحرة لرابطة أسيان وتعرف باختصار AFTA هي تكتل تجاري يجمع بين دول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا بغرض دعم التجارة والصناعات التحويلية في جميع بلدان الرابطة وتسهيل التكامل الاقتصادي مع الحلفاء الإقليميين والدوليين تم توقيع اتفاقية AFTA في 28 يناير عام 1992 في سنغافورة عندما وقعت الاتفاقية كانت الأسيان مكونة من ستة أعضاء وهي بروناي واندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند الهدف الأساسي منها هو زيادة الميزة التنافسية للأسيان كقاعدة إنتاج في السوق العالمية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية داخل الأسيان بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الرابطة وخلاف الاتحاد الأوروبي لا تطبق منطقة التجارة الحرة لدول الأسيان رسوماً جمركية خارجية مشتركة على البضائع المستوردة ويجوز لكل دولة عضو في الرابطة فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من خارج دول الرابطة بناء على لوائح الدولة الوطنية وعندما نتحدث عن الاقتصاد والعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم لا بد أن نتذكر ونذكر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي حرب عنوانها كان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب عام 2018 وردت عليها بيكين برسوم مماثلة نتوقف أيضاً لحظات لنتعرف بالأرقام إلى ملامح هذه الحرب التجارية وتداعيتها الاقتصادية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربه التجارية على بيكين فرضت واشنطن رسوم جمركية تصل إلى 25% على بضائع بقيمة 250 مليار دولار فيما فرضت رسوم أخرى بقيمة 7.5% على بضائع تصل قيمتها إلى 112 مليار دولار الرد الصيني جاء سريعاً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 2.5% و25% على بضائع أمريكية تتخطى قيمتها 100 مليار دولار لكن بسبب حيوية بعض البضائع للطرفين أعلنت عشرة إعفاءات على 352 منتجاً صينية من الرسوم الجمركية فيما أعلنت بيكين إعفاءات على 79 منتجاً أمريكياً حتى صيف العام الماضي حيث أبقت الولايات المتحدة على أغلبية الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع الصينية بقيمة 250 مليار دولار في ظل حرب الرسوم المتبادل بلغ العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين 375 مليار دولار في وقت يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 800 مليار دولار إذن نعود لضيوفنا من واشنطن وهذا دكتور جيمس روسل وأيضاً من بكين سيدنا ديرونج ومن برلين الدكتور النجاة عبد الحق أهلاً بكم جميعاً من جديد أبدأ معك سيد روسل إذن نحاول هنا أن نفهم ماذا يعني إدارة التنافس هل يمكن أن نتحدث نحن عن علاقة جديدة ربما ليس اليوم ليس بهذا الاجتماع ولكن إرساء منصة أو قواعد لعلاقة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد بأن هذا محتمل؟ ما هي الشروط نجاح هذه العلاقة بالنسبة للطرفين وعوامل نجاحها وأيضاً عوامل فشلها بالنسبة للطرفين من سياسات من مواقف من عوامل داخلية من أرقام وغيره تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى مرحلة خطيرة الآن حيث كان هناك انهياراً في الشركات التجارية مثلاً لكل الأسباب التي ذكرتمها في التقرير فإن العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية لم تعد بالجودة التي كانت عليها سابقاً وذلك لعوامل متعددة وصراحة أعتقد أن إدارة بايدن تحاول أن ترى كيف يمكن أن تتقدم وأن تتوصل إلى سياسة منطقية أو لضمان نفاذاً متساوياً للأسواق الصينية وأن يكون الصينيين نفاذاً إلى الأسواق الأمريكية لا شك أننا في مرحلة محورية وهذه يعود بنا لقرارات تخيطت منذ عشر سنوات أو خمسة عشر سنة في الولايات المتحدة لإعطاء معاملة تفضلية للصين ونحن في الولايات المتحدة وكان هناك موافقة في الصين أيضاً أننا سوف نكون أفضل إذا ما كان هناك دمج والتجارة الصينية الأمريكية تكون محورية في ذلك وأعتقد أن الصين تراجعت عن هذا الموقف وتبنت نظرة قومية ضيقة بالنسبة للدمج الاقتصادي وحد السياسي وإدارة بايدن تحاول أو هي بصدد أن تضع رداً مناسباً عن ذلك وكان هناك الكثير من الأدبيات التي كتبت على أن هناك اقتصاداً متوازياناً مع الصين والولايات المتحدة وأيضاً هنا إذا ما كنت لقدم النصائح لرئيس بايدن لكن كنت أعطيت حجرة لصالح السينيين هذه المرة وأنه يجب أن نعود لنظام مندمجاً حيث هناك تجارة حرة أفضل بين الدولتين لأن هذا يعود بالفائدة على الدولتين وأعتقد أن هذا يجب أن يكون الحدف بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية وأن نحاول أن نعود إلى علاقة سليمة أكثر ولكن ليس من الواضح أن رئيس الصيني مهتم بذلك فكما قلت هو يركز أكثر على البعض الوطني وهو رئيس سلطوي أيضاً وبالتالي أثني على هذه المحاولات في هذا الاجتماع المرتقب لمحاولة نقاش الخلافات وهذا جيد وأمل أن يكون ذلك زخماً للبلدين ليستمر في استعراض كل هذه المسائل والملفات المتعددة طيب إلى بكين سيد نادر رونج هل برأيك هناك عوامل لنجاح علاقة جديدة مستقرة بشكل أو بآخر تحت مسمى إدارة التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية طبعاً الصين تريد إدارة الخلافات بين البلدين بشكل مناسب هو كذلك توصيع نقاط التعاون رغم وجود الخلافات هذا موقف الصين تجاه علاقاتها مع الولايات المتحدة فالصين تتمسك بمبدأ احترام المتبادل غير تايوان سيد نادر حتى فقط لربما نحاول أن نقرأ النقاط التي وضعها سيد روسل مثلاً العلاقة التجارية هل اليوم الصين مستعدة للعودة إلى علاقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط كل رسوم من هذه الجهة وهذه الجهة وإعطاء التفضيلات للولايات المتحدة الأمريكية مطالبات الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً فيما يتعلق بحقوق فكرية وبعض السيطرة على التكنولوجيا واستخدامها وغيرها من التفاصيل اليوم التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأنها يعني داخلة بمنافسة غير عادلة مع الصين هل ترى الصين أن في هذه النقاط منطق يمكن النقاش حوله ويمكن التراجع عليها أم هي خارج التفاوض بنسبة لها طبعا كل هذه المسألة ضمن النقاش يمكن للنقاش لأن يمكن أن نعود إلى بداية الحرب التجارية وبدأ من جانب الولايات المتحدة فصين اضطر إلى اتخاذ الختمات المماثلة ولكن غير نية تشارك الصين في هذه الحرب التجارية فتدن الصين أن الحرب التجارية لا تفيد لأي طرف فصين كذلك تدعو الولايات المتحدة ودول الغربية على عدم إضافة عوام سياسية في التبادل التجارية والتعاون التجاري والاقتصادي فتؤمن الصين بأنه يجب أن ندافع عن تجارة الحرة وندفع لتسحيل إجراءات التجارة الحرة ونحترم قواعد تجارية بدون إضافة العوام السياسية طيب دكتور نجاد عبدالحق عندما نتحدث عن قواعد الاقتصادية أو قواعد تجارة العالمية من الواضح أننا ربما نتحدث عن قواعد مختلفة أو فهم مختلف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أن الحكومة الصينية عليها أن ترفع يدها عن الشركات أن لا تدخل بمنافسة مباشرة مع شركات عادية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل شيء بما يتعلق بنقل التكنولوجيا أو سرقة تكنولوجيا كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وغيرها هل تعتقدين فعلا أن الصين يمكن أن تتعامل مع هذه الأمور أم أننا نقف اليوم على ضفتين والجانبين غير جاهزين لتغيير نظرهما أو تعاملهما مع طرف الآخر نعم يعني مبدأ التجارة الحرة هو مدرسة كاملة في الاقتصاد وهو دائما مريدي هذه المدرسة يقولون دائما بأن التجارة الحرة ستفتح المجال لجميع الأطراف لكن الحقيقة بأن الولايات المتحدة والصين هو مثال فعلا واضح جدا لذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعشق التجارة الحرة ما دامت الصينية منتج رخيص للبضائع وبما أن أصحاب الشركات ورؤوس الأموال تستطيع رفع أرباحها بشكل عالي جدا وبيع هذه البضائع بأسعار عالية في الولايات المتحدة وذلك أدى إلى انتقال صناعات متوسطة وجزء منها كبيرة جدا خاصة من الولايات المتحدة إلى الصين وأيضا من دول أوروبية أخرى إلى الصين على سبيل المثال إيطاليا وجزئيا أيضا ألمانيا ولكن الآن الصين لم تعد البلد المنتجة التي توفر البضائع برخص ولكن هي اقتصاد صاعد هناك استثمارات صينية خارج الصين واستثمارات كبيرة جدا طريق الحرير الجديد عبر عاسية وطريق الحرير التقني في إفريقيا ومشاركة شركات صينية بعطاءات ضخمة جدا لبناء البناء التحتية للهواتف الخيلوية خاصة من الجي فايف وإلى آخره أي أن التنافسية الآن أنا برأيي لم تعد موضوع التجارة الحر من عدمها إنما هي فعلا تنافسية للسيطرة على الأسواق بطرق مختلفة يعني حقيقة مشروع طريق الحرير الجديد ضخم جدا وعلى قدم الوساق منذ سنوات يعني الصين تدعو إلى عدم تدخيل السياسة ولكن أنا أعتقد أن السياسة متداخلة وأيضا من أطرف الصيني بطريقة مواربة موضوع العقوبات الآسفة موضوع الجمارك أو الرسومة الجمهورية هي دائما الأسراع الظاهر الذي يمكن أن نراه ويمكن أن نرى أن الرسوم تختلف ويتم خلاف على القوائم ولا آخر ولكن الأسراع أكبر يعني مثلا تحاول الولايات المتحدة الآن الحد من تدخل الصين في الشركات التقنية التي تصنع أشبه الموصلات الناتشيبس خاصة تايوان يعني على رأس قمة الدول التي تصدر ذلك الولايات المتحدة في المركز الرابع أو الخامس والصين تتقدم ولكن ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا ألمانيا ودول أخرى تحاول الحد من تمدد الصين في هذه الصناعة لأن ذلك يعني أن كل من أجهزتنا الخيلوية والكمبيوتر وواوا وسيكون فيها هذه التشيب الصينية وهناك قلق من التجسس على سبيل المثال قد يكون هذا القلق من جنب الصين مبالغ فيه لأن الشركات الأمريكية أيضا تصنع هذه المنتجات ولكن هنا نرى أن التنافس الاقتصادي يتداخل مع تهم على سبيل المثال للتجسس وأيضا قضايا سياسية يوم أمس في ألمانيا تم قرار عدم الموافقة على شراكة صينية مع شركة لأشبه الموصلات الألمانية مع أن ألمانيا غير مشهورة بشكل كبير في هذا المجال ولكن هناك شركات ألمانية ذات صناعة متينة جدا في مجال التكنولوجيا وفعلا رفضت وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية الألمانية هذه الشراكة وقبل أسبوع قبل زيارة شولس إلى الصين كان نقاش كبير جدا وحامل في ألمانيا حول مشاركة الصين في جزء من ميناء همبورغ الجديد أي أن المعركة أكبر من رسوم جمهورية من وجهة مداري صحيح كل شكر لك دكتورة نجاد عبدالحق أكاديمية والبحث في اقتصاد الدولي من برلين من بكين سيدنا ديرونج الكاتب صحفي في مجموعة الصين للإعلام من واشنطن جيمس راسو الدكتور أستاذ المساعد في شؤون الأمن القومي بكلية الدراسات العليا العسكرية كل شكر لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لبتابعة برنامج دائرة شرق معي أنا زينا يازجي ترجمة نانسي قنقر